موسيقى 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 أهلا أحبانا مشاهدين في كل مكان بمناسبة يوم المرأة العالمي بحب هن كل النساء وأقول لهن كل عام وأنتم بخير الكتاب المقدس يتحدث عن المرأة بقيمة عظيمة جدا ورح نتكلم عن هذا الموضوع بعنوان نساء منتصرات ولكن في البداية أنا عاوز طبعا أدمج الكل ولا أنسى النساء المثكلات والنساء المتضررات ولسيما من الزلزال الذي حدث في تركيا وسوريا بمروا في ظروف صعبة جدا والنساء اللي عم بتشوف أولادهن بعانوا من أمراض أو بعانوا من مجاعات أو أولاد وبنات بيذهبوا إلى الحرب بسن مبكرة أو يستغلوا أو يستخدموا من أجل سادة بسبب طمعهم فأريد أن أعزي كل النساء وأشجعكم أنه في إله عظيم ينظر إلى كل امرأة والرب يسند قلبك والرب يعزيك والرب يباركك ومن ناحية أخرى بحب أهنئ جميع النساء اللي كافحوا في المجتمع واللي وضعوا بصم كبير في هذا المجتمع اللي وصلوا إلى أعلى المستويات حتى وصلوا إلى الكواكب يعني فوق هذا الكرة الأرضية أو سطح كرة الأرضية وفعلا وصلوا إلى اختراعات ووصلوا إلى أمور علمية مذهلة وإلى قيادات ورئاسات وحكومات فبحب أهنئ كل النساء كل عام وأنتم بخير واليوم رح أتكلم عن المرأة بشكل عام في الكتاب المقدس ورح نأخذ بعض المكالمات من بعض النساء اللي بيتكلموا شو المسيح ترك أي بصمة على حياتهم ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة أهلا أحبائنا مشاهدينا والحلقة اليوم تتعلق في يوم المرأة العالمي ومرتاني بحب أهنيكم في هذا اليوم كل عام وأنتم بألف خير خلينا أتكلم عن بعض الأوصاف اللي بيذكرها الكتاب المقدس عن المرأة وطبعا بالمقارنة خلينا بس أقول في البداية أنه قيمة المرأة في أيام المسيح كانت قيمة يعني لا قيمة لها بالذات في أيام الرومان واليهود طبعا التقليد اليهودي والسامريين جميع هذه الحضرات وضعت المرأة في مستوى منخفض ولكن لما بتيجي للعهد الجديد للرب يسوع المسيح نرى أن المسيح يرفع من شأن المرأة ويقدرها ويحترمها ويصفها بأعظم الأوصاف أحبائي أوصاف كثيرة للمرأة في الكتاب المقدس فمثلا الشيء المعروف في سفر الأمثال إصحاح 31 من آية 10 بيتكلم ويقول امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق كل الآلئ امرأة فاضلة وهذه الامرأة بيتكلم طبعا مثل رعوث المؤبية رعوث المؤبية اللي طبعا اختارت الإله الحقيقي إله حماتها نعمي ويقول عنها الكتاب امرأة فاضلة كرعوث ورعوث بالجدير بالذكر أصبحت الجدة الكبرى للنبي داود وطبعا من النبي داود أو من سلالة النبي داود جاء يسوع المسيح ثم يصف الكتاب المقدس مش بس فاضلة امرأة حكيمة وقوية الشخصية وبتشوف هذه المواصفات عدة مرات في سفر الرؤية ومرة تاني في سفر الامثال ومرة اخرى في سفر الامثال بيسميها المرأة المتقية الرب تمدح فهذه المرأة هي التي تمدح من بعض المواصفات اللي بيتكلم عن المرأة المرأة الفاضلة تاج لبعليها سفر الامثال اصحاح اطناعش والآية اربعة اذا كان يصف الكتاب المقدس ان الرجل هو الرأس فالمرأة هي زينة الرأس في التاج الذي يتوج على رأس الرجل فهي تاج لبعليها ثم يصفها الكتاب المقدس انها هدية من عند الرب المرأة هدية من عند الرب امثال تسعة عشر والآية اربعة عشر يصف الكتاب بسفر الامثال انها مجتهدة ومدبرة وصف اخر للمرأة مكتوب امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك مزمور 128 والآية 3 وطبعا الشرقيين سواء في الشرق الاوسط وشمال افريقيا احنا منعرف الكرمة لما بتكون مثمرة ومزينة كل البيت في العناقيد اللي بتدل منها عناقيد العنب الجميلة فيصف الامرأة ككرمة مثمرة ووصف اخر للمرأة هي التي وضعت اولوياتها بالشكل الصحيح وهذه المرأة المتقية المرأة الفاضلة هي مثال صالح وشهادة لامعة في المجتمع في كلامها في تصرفاتها في سلوكها وفي مظهرها ايضا المظهر اللائق المحتشم ايضا يصف كده مر الكتاب المقدس المرأة لها ايمان عظيم جدا كالمرأة الشونامية في ايام النبي اليشع والمرأة الكنعانية اللي مدح ايمانها الرب يسوع المسيح في رسالة بطرس يصف المرأة زينتها الروح الوديع الهادي هذه المواصفات الداخلية الجميلة الحلوة للمرأة المرأة محبة تتميز بالمحبة والتفاني والتضحية الكاملة فالام والمرأة هي مدرسة وهي ايضا ممرضة وهي بلمساتها وبحنانها وبحضنها هي الحضن الدافئ والبلسم الشافي لأولادها ويقال عندما طلب من مساجين من احدى السجون ان يكتبوا رسالة لاكثر شخص محبب على قلوبهم الاغلبي الصاحقة اكثر من 80% كانت الرسالة للام كانت الرسالة للمرأة بيوصفوا محبتها واتضاعها وجمالها الداخلي وعفتها وهدوءها ايضا اللي ساعد في نمو البيت وانه سيرتها الطاهرة تربح الرجال بدون كلمة كم من الرجال الذين اتوا الى الايمان وامنوا بالرب يسوع بسبب سيرة النساء والمرأة يسميها الكتاب المقدس مقدسة في الرجل فهي يعني شريك ومساوي ووصف المسيح هذا المبدأ بشكل جميل وواضح يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا ما جمعه الله لا يفرقه انسان وهذا بيرجع على سفر التكوين انه الله خلقهما ذكر وانثى يعني متساوين في كل شيء وهذا اندل على شيء بيدل على خطة الله العجيبة الفريدة انه الله يسمح بهذا الشيء يصف الكتاب المقدس المرأة انها زيتونة خضراء مزمورة 52 آية 8 ولكن الوصف هو في ارمية اصحاح 16 آية 11 زيتونة خضراء ثمر ذات ثمر جميل الصورة دعا الرب اسمك كما انه كرمة مصمرة ايضا زيتونة خضراء ذات ثمر جميل وعندما جاءت واحدة من النساء قالت للمسيح توبة للبطن الذي حملك والثديين الذي رضعتهما واضح انه الله اختار القديسة المطوبة مريم العذراء ان يأتي المخلص مخلص البشرية كلمة الله من احشاء المطوبة المكرمة مريم العذراء والرب يسوع اتعامل مع نساء كثيرات في العهد الجديد يعني مثل نازفة الدم التي تجرأت ولمست هدب ثوبه ثم قال يسوع لها ايمانك قد شفاكي اذهبي بسلام او المرأة الخاطئة قال للمرأة ايمانك قد خلصكي اذهبي بسلام لوقى الاصحاح السابع ويعوزني ان اتكلم عن نساء كثيرات اللواتي تبعنا الرب يسوع وخدمنا الرب يسوع من اموالهن والنساء اللواتي ضحت مثل مريم المجدلية مثل مريم ام يسوع مثل مريم التي من بيت عنيا اخت العازر ومرثة ايضا ونساء كثيرات كثيرات عملنا حسنا اما انت ففقت عليهن جميعا المرأة المتقية تمدح ويعوزنا الوقت ان نتكلم عن اوصاف واوصاف للمرأة فالمرأة مخلوق عجيب فريد متميز وفعلا هي في مخطط الله وفي ترتيب الله احبائي بتأمل ان هاي المقدمة انه اعطت وضوح عن فكر الكتاب نحو المرأة لانه للاسف الى يومنا هذا ما زالت المرأة تهان وما زالت تقبح ويقلل من قيمتها وكم من النساء اللواتي يضربنا ويهجرنا وكم من النساء اللواتي يهملنا سواء في الميراث او في الشهادة او حتى في المجتمع بيوصف النساء كل انواع بينعتهم كل انواع الصفات التي لا تقوم على المرأة ولانها مخلوق عجيب يكفي ان نقول مخلوق على صورة الله الادبية والروحية فانعاوز اشجع المرأة التي تشاهدني انه يسوع احبك واعطاك ميزة خاصة في مخططه ولك مخطط رائع انه الرب مش ناسيكي ولا مهم لك انطفضي قومي استنيري استيقظي لان الله عنده مخطط اروع واكبر حتى من المخطط اللي انت رسمتي لحياتك احبائي ساعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اهلا احبائنا مشاهدينا قبل ما استكمل الحديث معنا مكالمة هاتفية رح اخدها الاخت مريم اهلا وسهلا الاخت مريم من مصر انت معانا على الهواء سلام المسيح يا اسيس سلام المسيح معك ممكن اسألك سؤال اخت مريم ممكن اسألك انه لما ايوة انت معانا على الهواء تمام اهلا اخت مريم اتفضلي اخت مريم اتفضلي اهلا اخت مريم لان انا مستمع حضرتك كويس اه انا سامعك كويس تمام انا يعني حضرتك انت عارف ان انا من خلفية اسلامية نعم اه وكنت يعني في بيتنا كنت بتعامل بطريقة كويسة من بابايا فكنت فكرة ان الهي حيبقى زي بابايا بس للأسف في الدوائر القريبة قوي من البيت شفت ستات كتير ان قسلت اللي ماخدتش مراسها اللي جزها اتجاوز عليها واكتشفت ستاع بيت واللي خافوا ان اجوازهم يتجاوزوا عليهم فكانوا دايما مرضانين والفكرة دي هي لأول حاجة فقريت خلتني افكر ان انا لازم ابحث من ال الهي الحقيقي لان مش منطقني الهي يكون خلقني عشان يعذبني في الحياة لحد ما لقيت المسيح المسيح ليه كل النبط خلقني على صد ومثاله الدنيا الكرامة والمكانة اللي مدهليش الهي الاسلام انصفني في كل المواقف وكان ده واضح منه في العهد الازين الجديد يعني لما ربط يقول أخلق لآدم معين النظير النظيره يعني قد بالضبط صادق معناه ان في تفضيل بين الرب والمرأة الرب كمان أرسى مبدأ ان سواه من أول الفصل ومن أول افحف الكتاب ونحسي الآخر كمان عن التفضيل بين الرب والمرأة وفي آية في الانجيب ليس بعد ذكر أو أنسى لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع وكمان ربنا قرم المرأة لما قال انرأة واحدة لرجل واحد ده كان بالنسبة لي حال المشيط للصدار العربية كلها يعني لو كل واحدة متجوزة واحد مية متطمونة انه مش حيبص عليها او هتجوز عليها هتكون مرتاحة لما بنشوف كتاب المقدس هنلاقي ربنا بك بالمرأة ذكنا لما نفسه عليا حتى الدينية عندنا مثلا دبورة كانت هي قاضية للشعب أول مسبحة التريف كانت مريم أخت موسى لما سبحت الرب اللي خربه من أرض مصر نعم عندنا الملكة أكتير محلفة الشعب نقوم بكمان في العهد الأزيني ظهر للسدات ضاينة ضاينة للرجال ونشوفه ظهر لهذا لذي 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 لأم شمشون فكانت مسوابج أول خارج نيجي بقى ضاينة في الغرب ضرة التاج البريطاني ضاينة ضرة الكتاب ودي كان أول عرب المحبة كانت شغلة باقي جدا في أيام الإسلام اللي لدينا تدهلوا لأن عرفت المسيح أني لقيت أن ربنا رسخ أن للذكر ليس محضر الأنسة في الميروس لو رجعنا كثت البنات في الحفاظ هنشوف أن ربنا الدين مرسخ مع أني ما كانش عندهم إخوة سبيان كان داخل الأزين أن الأرض يتملك للرسل فقط وليس للأنسة لكن رب رسخ من أول اللحظة أن الست تورث وتورث ولدها كمان أنصفهم فعلا لو جئنا بعض العادة الجهور سبعا الحدث على حرف جاعدنا كثير محتاجين نكتبها وإذا المسيح أنسة المرأة أكتر حاجة مقفت إخدامه وتوقفتني لم المرأة المنطقة في ذات الفعل اللي حصل أن التمعادة التأثير وعليها الرجالة مفروض في شريعة كلاسة أن لو تنين ممتكين في ذات الفعل فتعل لهم إذا تنين دور جنو هؤلما أدعوها على الراجب وهو الشريك الأطور لكن مسكوا الشريك الأبعف وحطوه أدام المسيح وقالوه نفسنا في ذات الفعل مطلوب رأي فيها لكن المسيح نفسه وقال لها وانا أنا أيضا أدينك إذهب ولا تختبئ وقال لها من كان يمكن دول السكنة فليرجمها بحضر أولا هو دي المسيح المرتف للنطقة المسيح قمتش المرأة كمان لما رفع عنها الاتحاني بالمسيح سبب لهوائي مريم لو سمحت بس الصوت مش واضح إذا ممكن تعود الاتصال وتعيد الفكرة كمان مرة لأن الصوت عم بقطع أوكي تمام لو سمحت يعني أوكي طيب حتى نطلق المكالمة مرة تانية من من الأخت مريم الكتاب المقدس بيذكر عدة نساء في نساء طقيات مؤمنات في العهد القديم وفي نساء شريرات برضو كانوا بمثابة ضمار بسبب شرورهم النساء الطقيات بنسمع مثلا عن زوجة نوح صارة تعتبر أم المؤمنين هاجر اللي الله شرفها أنه أكتر واحد يظهر لها ظهر لها مرتين وكمان أعطاها اسم اسماعيل بمعجزة حني أم صموئيل الرب أعلن أنه رح تولد صموئيل اللي يعتبر أعظم قاضي وأعظم نبي كان في إسرائيل وهكذا نساء كثيرات منهن يكباد أم موسى بالإيمان أخفت موسى أدركت أنه الله عنده مخطط لهذا المنقذ العظيم الكتاب يتكلم عن ست اسمها أبي جيل أو أبي جايل أبي جايل حمت يعني كل قبيلتها من مجزرة كان ممكن يرتكبها داود بحكمتها خلصت يعني زوجها وكل القبيلة كان زوجها يعتبر شخص لئيم وطبعا بعدين الرب ضربه وهكذا نرى نساء كثيرات اللي كانوا مستخدمات مثل أستير الرب استخدمها لوقت مثل هذا مثل هذا أنه حمت شعبها من إبادة جماعية دبورة اللي الله استخدمها قاضية ونبية واستخدمها حتى تكون سبب خلاص لشعبها إذا انتصرت على الأعداء الكتاب يتكلم عن خلدة النبية في العهد القديم ويعوز الوقت أنه نتكلم عن كل النساء وطبعا نساء كثيرات من العهد الجديد ممكن نذكر البعض منهم ولكن عاوز أرجع للمكالمة من الأخت مريم أهلا أخت مريم أنت معانا على الهوى أهلا وسهلا أخت مريم سلام المسيح معاك يا أسيس سلام المسيح أنا كده أدرس معك كويس وأدرس معك كويس كمان تفضل أخت مريم تمام خلينا أسيس نبقى متفقين أن سبب أزمة المرأة في العالم بالذات العالم العربي هي سبب السكوت هي سببها السكوت لأن لم يكن هكذا منذ البيت ربنا خلق من الأول الست والراجل على قدم المساواة ولما جاء خلقها قال أخلق له أصنع له معينة نظيره نظيره يعني أده بالزبط ومساوا وحنلاقي مظبوط وحنلاقي ربنا كان مساند للمرأة منذ العهد القديم من أول آية في الكتاب المقدس لحد الآخر لأنه هو هو أمس واليوم وإلى الأبد الخطيئة سببت تشوه في الحالة الإنسانية وتقال أن يعني ربنا قال لهم أن ده اللي حيحصل أن هو يتسيد عليك فالراجل طول الوقت بيحاول يتسيد على المرأة طبعاً لو موفوش المسيح لكن لو الشخص اللي فيه المسيح هو عارف أن المرأة أده نظيره لكن لها عمل مختلف كل واحد فيهم لا غنى له عن الآخر لكن ربنا كان إده لما جيه في الجسد إده مثال واضح كيف نعامل المرأة بمعاملته هو فلما جيه صلح حتى الكيان اليهودي نفسه لأنه كان من معالمين اليهود كان برضو بيستقسد على المرأة الست الممسكة المرأة الممسكة في ذات الفعل في شريعة موسى موسى قال لو كان فيه اتنين موسكوا في ذات الفعل يعني فعل الخطيئة الزنا الاتنين بيرجموا حتى الموت هم لما جم مسكوا الست دي في ذات الفعل استقسدوا عليها لأنه الطرف الضعيخ سابوا الطرف القوي يهرب فلما جابوه قدام المسيح وقالوا له هنعمل فيها ايه المسيح شاف ان القضية مش مكتملة الاركان وعارف ان انها مش مكتملة الاركان لأجل المرض اللي في انفسهم ازاي نحط اللوم على المرأة الوحدها فما قال لهم من كان منكم بلا خطيئة فل يرميها بحجر اولا وقال طبعا كل واحد فيهم مشي لأنه شاف نفسه في مراية المسيح عارف انه كلهم خاطئ ولما مش يقال لها اما دانك احد ولا انا ايضا قديمك لما قلت له لا يا سيد فده هو ده المسيح المسيح كمان انصف المرأة لما معلقش عليها اخطاء المجتمع زي عادة النساء دلوقتي بتشوفهم يقول لك الست البيسي كذا البيسي كذا ما تبينيش حاجة منك لحسن الراجل مش قادر يمسك نفسه من الشهوة المسيح قال ايه انقع صارتك عينك فاقلعها لان اصل الخطيئ مش من الخارج اصل الخطيئ من داخل الشخص ما قالش بسيح قلب تخرج الاسكار النجسة مظبوط المسيح كان تلمزته كان فيه ستات وكان فيه رجالة ويخدمونه بأموالهم بأموالهن والمسيح كان متضع كفيا يقبل كده المسيح كان وقف جنب مرأة ساكبة تطيب لما الفريس الفريس ده هو مفروض من أعلى درجات المؤمنين في اليهودية وبص لها بصة محتقرة لأنها بالنسبة له دي مرأة وبالنسبة له خاطئة لكن المسيح وقف جنبها وقال له ان دي أعظم منك لأنها أحبت كثيرا حيغفر لها كثيرا إعلان ربنا كان بكل وضوح في إنصاف المرأة لما المسيح اتسأل عن الطلاق وقال لهم لم يكن هكذا منذ البدء أنا سمحت لموسى يشرع لكم الطلاق عشان قصودكم تجاه المرأة احترم مشاعر المرأة احترم تاريخ المرأة زي ما وقف مع السامرية مع أنها كانت مرزولة من خمسة رجال واحترمها وفضل وراها لحد ما شعرها بمحبته فذهبت وكتأول كارزة تاريخ دخلت وكترزت لكل القرية بتاعتها وجابتهم كلها للمسيح هنقول أكتر إيه من أنه هو اتخذ المطوبة العزراء مريم بوابته لدخول العالم نقول إيه لأنه ما كانش ياخد الديئن إيه بتاعت البشرية لأنه هو بلا خطية أول واحدة مدحها مدح المرأة الكنعانية لما قال لم أجد إيمان في كل إسرائيل مذل إيمان هذه المرأة المسيح ظهر للنساء كما ظهر للرجال كأقنون للكانبة زي ما ظهر لهاجر ظهر لحنة أم سموئيل ظهر لأم شمشون المسيح ودي بقى بقول عليها أن أهم حاجة هي دي كتعربون المحبة لما عرفت المسيح لما أول مرة قريت قصة بنات سلحفاض وكتشفت أن المسيح أرثى لمبدأ المسواف الميراث ما فيش حاجة اسمها عندنا للذكر مثل حصل الأنسيين الزكر والأنسة يارسون مثل بعض بالزبط فحتى لو كان البشر ظلم المرأة المسيح له كل المجدول إكرام هو اللي رجع لها مكانتها أشكرك يا رب أشكرك لأنك أنت فتقدتني ورفعت رأسي أنت مجدي ورافع رأسي لأنه فعلا أثبت لي بكل بكل الطرق أنه كان نصير لي وأنه أنا كان عندي حق من وقه أنا صغيرة لما عرفت أن ربنا مستحيد يكون بيحب راجل أكتر مني لمجرد أن أنا تخلقت أنسة لأ أنا مخلوقة على صورته ومثاله هو قال كده قال كده على آدم وقال كده علي له كل المجد في الكنيسة وفي العالم أمين 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 أخت مريم وطبعا أنت بتتكلم من واقع الاختبار أنت بتتكلم كعابرة وعم تعمل المقارنة يعني إيه المسيح عمل في حياتك وهذا اختبارك أنت أنه كيف المسيح رفع من قيمتك وأعطاك أهمية قسوة أو أهمية عظمى مظبوط صح لأن أنا في الإسلام أنا ما شفتش كده أنا شفت أن معظم أهل النار من النساء لكن المسيح في الكتاب المقدس قال لا ليس بعد يهودي ولا يوناني ولا زكر ولا أنسى لأن أنا واحد في المسيح هو ده اللي هو ده اللوجيك لأن الإله اللي خلق مش هيكره خلقته فأنا بصلي بكل قلبي أن كل النساء اليوم تقعد وتفكر هل طبيعي أن الإله اللي خلقك يخلقك ويحط عليك زي غلطة أن أنت مخلوقة أنثة فيشيل منك كل المميزات في الدنيا وكمان في اليوم الأخير تبقى أنت ثلاثة ربع أهل النار هل ده عادل أكيد مش عادل لا طبعاً لا طبعاً لا طبعاً بالعكس بالعكس وأنا بشكرك كتير أخت مريم على هذه المداخلة ربني يباركك وربني يحميك وربني يستخدمك أيضاً يعني خليني أرجع للقصة اللي ذكرتها الأخت مريم المرأة التي أمسكت في ذات الفعل وبالحقيقة أنه أحضروها مش على أساس أنه كانت خاطئة ولكن بسبب الحقد على يسوع والكراهية ضد يسوع المسيح واعترضوا الجمهور في منطقة الهيكل وين كان المسيح بيعلم وجعلوا من هذه المرأة وقوداً لتغذية نيران حقدهم على يسوع المسيح فابتدأوا كأنه بيحاموا عن الشريعة وهذا دايماً حالة المتدينين مظاهر الأشكال التدين الخارجي دايماً بيستخدم التدين الخارجي للدفاع عن خطايا مميتة مظلمة في حياتهم الداخلية فمن الأسهل أن تتكلم من بالدين من أن تعلن يعني حالتك الداخلية أمام يسوع المسيح لأنه كل شيء عريان ومكشوف أمام يعني كلمة الله نور المسيح كمان بيفضح كل ظلم في حياة هؤلاء المتدينين كانوا بيتميزوا بالرياء كانوا ممثلين يعني كأنوا بدافعوا عن الشريعة وأنه أنا مثل هذه ترجم طب طالما أنتو رجال الدين طب روحوا ارجموها أنتو ليجبتوها ليسوع المسيح ولو قال المسيح ارجموها طبعا بيكون معارض للحكومة الرومانية اللي بتلك الأيام ممنوع منعا باتا حكم الإعدام بدون التصريح من الوالي الروماني شخصيا فطبعا المسيح أجاب بحكمة ورأى قلوب هؤلاء الناس الغلظين اللي تمثلت حياتهم بالرياء المبرقع والعدال العرجاء قال من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر وفعلا ابتدأ الكل يترك من الكبير إلى الصغير والرب أنصف هذه المرأة بالطريقة الصحيحة بالطريقة الكتابية قال لها اذهبي ولا ولا أنا أدينك اذهبي ولا تخطئ بعد خلاص ستوب يعني وقف حياة الخطية يعني عالج الخطية وفضح الظلمة في قلوب هؤلاء المتعطشين إلى الدماء اللي بحاولوا أنه يجدوا في المرأة عورة لكي يرجموها إذا مش بالحجارة في العيون القاسية والأياد المجرحة والقلوب القاسية والعدائية والحاقدة ضد المرأة كأنه المرأة سلعة كأنه المرأة بضاعة كأنه المرأة شيء ثانوي ولا ندرك أن الكتاب المقدس من التكوين من الخليقة خلقهما ذكرا وأنثا بنفس المساواة والكتاب المقدس في العهد القديم أظهر بشاعة الخطية ودينونة الخطية في نفس الوقت ولسيما اللي اتزوجوا أكتر من مرأة كانت بيوتهم محطمة حتى سليمان الحكيم فقد حكمته وأملنا وأزغنا قلبه وابتدأ يروح وراء آلهة غريبة إلا أنه في آخر حياته طبعا تاب ورجع إلى الرب الكتاب يتكلم عن عواقب الزواج بأكثر من مرأة فمن البداية الرب صرح أنه رجل وامرأة الاثنين جسد واحد لم يقل نساء ولم يقل رجل ورجل أو امرأة مع امرأة وضح أنه رجل وامرأة وهذا هو الترتيب الإلهي والنظام الإلهي والكتاب المقدس خلينا أتكلم عن أربع أمور الكتاب المقدس في العبرانيين صحاح 13 بقول والمتجع غير نجس يعني ليكن كل واحد امرأته والمتجع غير نجس ليه الرب عم بقدس هذا الزواج لعدة أسباب واحد لأنه الله هو اللي أسس نظام الزواج هو اللي قال ليس جيد أن يكون آدم وحده أصنع له معين نظيره وفعلا أوقع سبات على آدم وأخذ ضلع من جنب آدم وبناها وجبلها وأحضر حواء لآدم قال هذه امرأة من امرئ أخذت عظم من عظم ولحم من لحم فإذن الرب هو المهندس هو المؤسس هذا الزواج الشيء الثاني في رسالة ملاخي النبي ملاخي في الصحة 2 بيتكلم أن الزواج عهد وليس عقد مش مجرد كنتراكو كنتراكو بتحط إيدك في إيد واحد وخلاص تطفق مع واحد ابنك لابنتي أو بنتي لابنك وهكذا لا لا عهد زواج مقدس من طرف إلهي الله هو الشاهد على هذا الزواج والسبب الثالث أن المسيح بارك هذا الزواج وقدس هذا الزواج بزيارته لعرس قانا الجليل حضور يسوع ووجود يسوع في قانا الجليل هو تقديس وتكريم لهذا الزواج والشيء الرابع أحبائي بولوس بيتكلم عن هذا الزواج سر عظيم لما بيتكلم عن النساء يخضعنا لرجالهن والرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها يعني الرجل بيحب امراته إلى درجة التضحية فإذن هذا السر عظيم من نحو الكنيسة فبيتكلم أنه الكنيسة هي عروس المسيح وهذا السر من الأسرار الإلهية لأجل هذا الزواج مقدس إخوتي وأخواتي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدين في كل مكان بمناسبة يوم المرأة العالمي نريد أن نقول في هذه الحلقة أنتن نساء منتصرة معنا على الخط على الهوى الأخت نادية الرحال أهلا وسهلا أخت نادية أنت معنا على الهوى أهلا وسهلا فيك السيس كيفك؟ يا هلا يا هلا أخت نادية خليني أسألك لما بتسمع من قول أن يسوع كرم المرأة ورفع من قيمة المرأة شو بتعني لك هذه الكلمات؟ السيد المسيح أكرمني بعد عذاب ثلاثين سنة بالاضطهاد والضرب والعذاب والحرمان وعندي ستة أولاد راحوا مني بعد ما جيت للسيد المسيح أكرمني ورجع المسلوب ورجع أولادي كلهم أنا بعبده بحبه سلمت حياتي لإله لأنه أكرمني وعطاني كرامي أنا قرأت الكتاب المقدس لقيت كل كل التكريم للمرأة أعطى أسر بالكتاب بالعهد القديم أعطاها تكون ملكي أعطى نعمة بعد ما كانت عاقر وما بتجيب أولاد أعطاها نبي وأعطاها ساموئيل ساموئيل النبي حنة 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 سوري حنة هي جابت ساموئيل وأكرمها بعد ما بالصلاة أكرم السامرية وبشرت باسمه أكرم المريميات أكرمني وأكرم كل كل نساء العالم كل ست كل ست بتجي لسيد المسيح بتشوف الطيبة وبتشوف الحنية وبتشوف الكرامي وبتشوف نحنا نحنا وقت نجي لسيد المسيح منشوف الطبطب علينا منشوف الحب السيد بدها حب بدها اهتمام بدها رعاية سيد المسيح أعطانا الخلاص أعطانا الحياة الأبدية يعني في أعظم من هذا الحب أسلم نفسه على شاني أنا وأعطاني كرامي وطبعا بس الجدير بتذكر أخت نادية أنت عابرة طبعا إلى المسيح أكيد وأكيد اعتبرت حلاوة المسيح أمين إذا ممكن تشاركينا في بعض من هذه الحلاوة يعني حلاوة يسوع المسيح كيف افتقدك ولو بكلمات بسيطة أنا طهد لثلاثين سنة وكنت بدور على الراب مين هو الراب ما كنت أعرف مين هو الراب لأجي يوم وعرفت مين هو السيد المسيح كنت وحيدي انسلبت أولادي مني وانسلبت حياتي مني وانسلب الحب مني إجي السيد المسيح دور علي ولقاني وأعطاني كرامي وأعطاني حرية أنا شفت الحب منه وأنا شفت الحياة الأبدية منه وأنا شفت الحلوة والعشرة عشرته عشرة السيد المسيح كتير حلوة صدقوني كل الناس اللي عم تسمع هلأ صوتي أنا يعني قديش أبوي بيحبني لا السيد المسيح هو أبوي وحياتي وعائلتي وكل شي بحياتي وأنا هو عطاني حياة أبدية إذا أنا بموت هلأ أنا عرفاني وان رايحة رايحة لعنده أنا بشكره بعظم اسمه آمين آمين أخت نادية ربنا يباركك وربنا يستخدمك وربنا يحميك كمان في نفس الوقت شكرا كتير آمين أخت نادية رب يكون معاك أحباء المشاهدين يعني شيء لفت انتباه من كلام الأخت نادية إنه قالت المسيح كرمني والمسيح حررني وفعلا هذه رسالة يسوع المسيح بغض النظر انت عابر من المسيحية الإسمية أو من الإسلام أو من أي خلفية أخرى درزية شركسية أرمانية سريانية كلدانية أشورية يعني بغض النظر الخلفيات اللي بيشاهدونا هاي هي رسالة المسيح كنت أعمى والآن أبصر كنت عبدا مقيد بأصفاد وأغلال العبودية وأصبحت حر في يسوع المسيح وهاي رسالة الرب للجميع للرجال والنساء للجميع أغنياء وفقراء رجال ونساء بغض النظر شو خلفياتنا جاء المسيح فعلا يعني بحب الآية في يحنى عشرة عشرة يقول الكتاب الإرهاب لا يأتي إلا ليقتل ويذبح ويهلك أما يسوع قال أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل المسيح يعتبر شامبيون للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وحقوق الأطفال وحقوق المرأة قبل ما يكون فيه جزء من الأمم المتحدة لحقوق المرأة لما بنرجع للإنجيل والرسل بتشوف كم من هذه الحقوق العظيمة اللي الرب يسوع اتكلم عنها تعرفوا كان فيه عداء تاريخي بين السامريين واليهود والكتاب في يحنى أربع أربع مكتوب كان لابد له أن يجتاز السامرة مع أنه كربا يهودي كان ممكن يروح للشرق لغور الأردن ويدور حول المنطقة إلى الجليل ولكن كان لازم يروح لأنه شاف بمخطط الإله كما قال في يحنى أربعة أربعة وثلاثين طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله والطقى بامرأة سامرية عند بئر صخار وهناك بادرها بالحديث وعبر عن احتياجه للماء الجسدي لأنه كإنسان المسيح كابن الإنسان كان عطشان ولكن حول الاحتياج الجسدي إلى احتياجها الروحي لأنه قال كل من يشرب من هذا الماء يعتش وتكلم عن مياه حية تفيد من البطن أنهار مياه حية إلى درجة أعلن أنه المسيح المنتظر للمرأة السامرية جاءت المرأة لتستقي ماء ولكن تركت جرتها وركدت إلى المدينة قائلة هلما أخبركم إنسان قال لي كل ما فعل ألعلى هذا هو المسيح وكما سمعنا من الأخوات المباركات فعلا المرأة السامرية كانت بمثابة شهادة لبلدتها إذ مكث المسيح يومين وآمن به جميع البلدة واعترف اعتراف مهم جدا أن المسيح بالحقيقة أنه المسيح مخلص العالم مخلص العالم وهكذا الرب يسوع كسر حاجز العنصرية بين اليهود وبين السامريين وعلم أنه لا فرق بين رجل وامرأة بين ذكر أو أنثى بين عبد أو حر وللأسف إلى يومنا هذا حتى ما زالت تمارس بيع البنات وبيع العبيد وطبعا هذا ضد كلمة الله وضد الكتاب المقدس ورأينا أحبائي واحدة من المريمات مريم المجدلية من مدينة المجدل عند بحيرة الطبرية بلد عظيمة فيها ميناء كبير وهناك كان في بيزنس وومن كانت امرأة عندها عمل ولكن كانت مضروبة بالشياطين وبحسب الكتاب المقدس يقول أنه أخرج منها يسوع المسيح سبعة شياطين تخيل كم كانت حياتها تعيسة حياتها يعني مرعبة حياتها مظلمة تخيل كيف يصف عندما يحل شيطان أو يسكن شيطان في داخل إنسان فيبتد يزبت بيصير يطلع زبد من فمه وابتد عنيه تحول وبيتحرك بشكل الصرع ويرتمي وينطرح على الأرض بسبب ضربة الشياطين وشوفنا الولد اللي كان مسكون كان بيرمح له في النار وفي الماء وشوفنا شخص واحد اللي كان فيه كتيب كامل لاجئون ألاف من الشياطين كان يجرح نفسه وكان يصيح ويصرخ وكان يسكن في القبور فتخايا المريم المجدلية عندما سكنها سبع شياطين هذه المرأة المحترمة عندها بيزنس محترم في المجدل ولكن أخرج منها سبع شياطين وأصبحت تلميزة وأصبحت تابعة للرب يسوع المسيح وأصبحت معيلة للرب يسوع خدمت الرب يسوع وأعالت الرب يسوع من أموالها مع النساء أيضا اللواتي خدمنا يسوع المسيح مثل المجدلية مثل سسنة ونساء أخريات وتخيلوا معي أن مريم المجدلية لم تعرف خوف ذهبت مع المسيح إلى الصليب ولم تكتفي بهذا بل ذهبت إلى القبر ترى أين القبر ومش اكتفت كذلك جاءت في اليوم الأول يوم الأحد صباحا باكر حتى تقدم الكفن اللائق بما يليق بشخص المسيح وكانت أول شاهدة للقيامة إذ شرفها يسوع وأكرمها يسوع أن المسيح ظهر لمريم المجدلية أحبائي ابقوا معي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل موسيح 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 أهلا أحبائنا بحب أحيي النساء المنتصرات اللي تحملوا أشد العزبات وحتى في الرسالة العبرانيين مكتوب يعني أخذت أموتهن يعني بقيامة كان عندهم الإيمان بقيامة يسوع المسيح حتى النساء كانوا بيذهبوا مع الأولاد في أيام نيرون بإضطهاد نيرون وتشجع الأولاد أنه بعد قليل بتغمض عين وبتفتح عين بتكون مع يسوع يعني كان عندهم إيمان بالقيامة واجهوا كل أنواع الصعوبات وما زالت النساء ولسيما في الأماكن المغلقة يمكن الرجل بيقدر يتحرك من مكان إلى مكان يعني أتكلم عن الرجل الذي يؤمن بالمسيح ولكن للأسف في كتير من النساء لا تستطيع التحرك بل يضطهضن أيضا من عائلاتهن وفي بيوتهن في قصة عجيبة كيف أنه الرب يعني مدح بالعهد القديم في مدح للمرأة الشنامية كانت إيمانها عظيم جدا وفي العهد الجديد الرب مدح المرأة الكنعانية شعب كنعان كان ملعون وبيتكلم عنها أنها سورية فنقية يعني وكانت تسكن في صورة صيداء في نفس المنطقة وين كانت إزابيل الشريرة اللي قدمت عبادة الوعي البعل مشان هيك كان فيه أماكن عبادات وذبائح للشياطين وابنها بنتها كانت بنتها كان مسكون فيها شطان وأجت وتوسلت ليسوع ابن دؤود أن يرحمها وفعلا الرب مدح إيمان عظيم إيمانك ورب كلمي شف بنتها من مسافي ورجعت وابنتها تحررت من الشطان تخيل أنه الكنعان يعني يعتبر شعب ملعون ولكن في برنامج يسوع ما فيش لعني حول اللعني إلى بركي وفي قصة كمان يعني غريبة طبعا بالنسبة للشعب المعاصر في أيام المسيح في لوقا 21 بيتكلم أنه فراء الأغنياء يلقون قرابينهم في الخزانة ورأى أيضا أرملة مسكينة ألقت هناك في السن يعني سعر بالزبط ارغيف خبز توكل ارغيف الخبز وخلاص فقال بالحق أقول لكم أن هذه الأرملة الفقيرة ألقت أكثر من الجميع لأن هؤلاء من فضلتهم ألقوا في قرابين الله وأما هذه فلاحظ فمن إعوازها ألقت كل المعيشة التي عندها يعني في العادات تعرفوا لما بيبنوا مجمع أو بيبنوا كنيسة أو حتى في أيامنا بيبنوا مسجد تيجي الناس بتنهال في العطاية النساء تخلع الذهب وبتحط في القربين ولكن يعني جيسوس وز نوت إمبرست يعني ما كانش الأمر يبهر المسيح لأنه بالحقيقة هؤلاء أغنياء فألقوا يعني من الفضلة يعني عندهم كتير ولكن الأرملة ألقت كل ما عندها لأنه كان رجاءها في الله فإحنا نحكي عن يسوع أنه للشامبيون للعدالة الاجتماعية في المجتمع في تلك الأيام لا ينظر لتقدمة هذه المرأة بسيطة يمكن يصخروا منها ولكن لمست قلب يسوع وحركت مشاعره ومدح هذه الإمرأة اللي ألقت كل رجاءها على الرب لأنه الفكرة مش كم بتعطي كم يبقى في الجيبة مش نقود من حديد ولكن نقود فعلا الأكثر من الحديد تعطي قلبك وحياتك كما يقول رسول بولوس أعطوا أنفسهم أولا حبائي في هذا اليوم يوم المرأة العالمي أريد أن أقول لكل امرأة تشاهدنا يسوع المسيح جاء وقدم لك الحرية الكاملة وأعطاك هذه الحرية حتى لا تعيش بقيود ولا بأحزان ولا بإضطهاد ولا في أي ظرف أعطاك الاحتمال وأعطاك أيضا البركة ومدح المرأة هكذا يسوع المسيح وأختم بحادثة أن يسوع دخل مجمع لليهود وشاف امرأة منحنية عندها إنحناء وطلب منها تتقدم ووضع إيديه على المرأة فاستقامت الشيء الغريب إنه رجال الدين اغطازوا لأن المعجز كانت يوم السبت فالرب يسوع قال لهذا رئيس المجمع يا مرأة هذه وهي ابنة إبراهيم وصفها ابنة إبراهيم لأنه بس اليهود المتدينين المعتبرين كانوا بيوصفوا حالهم أنهم أبناء إبراهيم مثل يحنى تمني إحنا أبناء إبراهيم لم نستعبط قط ولكن المسيح قال عن جاب الضرائب زكى أنه ابن لإبراهيم واتكلم عن هذه المرأة الضعيفة المنحنية وهي 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 ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان ثمانية عشر سنة أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت احكمه فطبعا الرب وقف مع هذه المرأة ونصرها وعالجها وشفاها ورفع من قيمتها ورفع من مستواها الرب مدح الأمومة وكرم المرأة واليوم أنت كامرأة يمكن بتقول ارتكبت أخطاء كثيرة وفشل كثير في حياتك وأريد أن أختم في هذه الدقائق الله لم يعطينا روح الفشل حتى الفشل بيجعل منه سلم لتصلق المجد وتذكر أيضا أنه خطة الله لا تنتقلتها عند فشل الإنسان فهو يشكل في حياتك ولكن في هذا اليوم أعطي إعلان واضح وصريح قول له يا رب بما أنك أنت اهتميت فيه ورفعت من قيمتي وعليت مستوي وانت شايف أحزاني وشايف ظروفي وانت غافر خطيائي بغض النظر إذا عملت إجهاد أو أي يعني جرائم أخرى من زنة أو شهوة الرب هو غافر كل الخطايا الكبيرة والصغيرة ارفع عنيك للرب وقال له يا رب اليوم أنا بطلبك رب ومخلص لحياتي تعال أعطيني أعطيني خلاصك وانت رفعت قيمتي وأنا بسلمك حياتي اليوم وبصلي إذا هاي صلاتك اليوم تواصل معنا اكتب لنا ومنحب نسمع منك حتى نتابع معك إلى اللقاء